السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الخميس 25 أيار مايو طبعا اليوم مليء بالمفاجآت والصدمات أيضا فعشان هيك لازم تنتبهوا بشكل كبير على كل الأحداث اللي بتصير حولنا القمر اليوم موجود في برج الأسد هو الآن موجود في منزلة الجبهة موعد بث الحلقة وهي للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7 و47 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء بعدين بده ينتقل القمر لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح وبما أن القمر موجود في برج الأسد معناته اليوم بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه ودفاده للعاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول شيء رح نبدأ بالزوايا البطيئة واليوم عنا بداية زاوية جديدة تأثيرها طويل هي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وتأثيراتها من اليوم خمسة وعشرين خمسة ولغاية يوم خمسة عشر سبعة طبعا ذروة هاي الزاوية رح يكون يوم تسعتاش ستة يعني الآن تصاعديا بتبلش الأمور تتشكل لهاي الزاوية وتعطينا تأثيراتها ويوم تسعتاش ستة الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة بعد العصر بتكون قوة هاي الزاوية هاي الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني والاجتماعي ممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن برضو والسعادة المادية هاي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري أو تأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلنا طبعا لأن ننسى أنه في زوايا أيضا لها علاقة بالصعوبات المالية فعشان هيك هي بتساعد ولكن للناس اللي بتدرس مشروعها بشكل جيد وبتكون على بيّنة وعلى خطة ثابتة فعشان هيك بتحقق منها مكاسب دوليا وبدأت هاي الأثار بالأخير تظهر على الساحة بتزيد من مداخيل الدولة والمؤسسات المالية ومؤسسات الدول والبنوك واستقرار في البورصة زيادة في المنتوج الفلاحي والثروات المعدنية والصناعات الثقيلة وارتفاع مداخيل التجارة خصوصا الخارجية بصفة يعني ممكن تكون على شكل صفقات تجارية أو معاهدات تبادل تجاري بين الدول وبيميل الناس أكثر للتحفظ والعمل بأصول الدين والتقاليد والعادات الاجتماعية بالنسبة لهاي الزاوية طبعا التأثيرات صارت تتصير لأنه في زوايا سلبية زي ما حكينا وهاي زاوية إيجابية فتأثيراتها من اليومين اللي مضوا شفنا إنه فيه اجتماع على دول بتتآمر على دول يعني بدأ تصير موازين قوى الآن والأقوى هو اللي بده يفرض سلطته وسيطرته وممكن تكون في مواجهات ما بين الدول العظام خليها لبعدين بنحكي فيها هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي تأثيراتها وإنها مستمرة لغاية يوم واحد وثلاثين خمسة طبعا ذروتها يوم ستة وعشرين خمسة الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا هاي الزاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة وبننظر للحياة بتفاول أكبر كما بتكون شعبيتنا في تصاعد تجلبنا نوع من أنواع السعادة الغير منتظرة برضو بإمكانها أنها تخلقنا علاقات جديدة تبنى على المحبة والعفوية وبتشجعنا على الحب من النظر الأولى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وتأثير هاي الزاوية مستمر لغاية يوم اتناش ستة طبعا بتعزز قدرتنا على القيادة بتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لفعالية معينة والتأثير والقيادة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهاي برضو تأثيراتها ليوم 28.5 طبعا بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور المناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمه من ثابر في أعمالنا ومشاريعنا وهذا الوقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز ولإنجاز مضاربات تتعلق بالمسائل العقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 29.5 بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتركز اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا وبرضو بتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهذا وقت مناسب للعلاقات مع محيطنا وبتسمح لنا بحل مشاكلنا وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 13.6 بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين برضو هاي الزاوية إلها علاقة بالعنف إلها علاقة بالعمل الإرهابي تحركات عسكرية العلاقات الدبلوماسية اللي غالبا بتتعرض لعراقيل أو لمواجهات إلها علاقة بالأمور الإضطرابات المالية والبنكية والمبادلات التجارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية اللي بين المريخ وبين بلوتو وهي تأثيراتها ليوم 29.5 طبعا هاي بتولد لدينا اندفاعات ومخالفة للصواب تدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين برضو بتعرق النجاح المبادرات والعلاقات وهاي برضو إلها علاقة بالمشاحنات والعنف والحرب والاغتيالات والأمور الغامضة يعني حتى على المستوى البيئة والطبيعة إلها تأثيراتها السلبية كزلازل وحرائق الغابات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 5.6 طبعا اذا روت هاي زاوية يوم 28.5 تخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج مننا بذل جهد وتصميم وإرادة لتجاوزها بتجعلنا أنانيين وقاسيين وعنيدين بتعرضنا لصعوبات في إنجاز مشاريعنا وإنعكاس وإنقلاب بوضعيتنا بشكل سلبي عشان هيك بدنا نكون حذرين من التهور لأنها ممكن حد يغامر بأمواله ويخسرها بالكامل يغامر بمشروع أو بعمله أو بأمور مهمة ولكن تكون عكس المتوقع علينا مراقبة صحتنا أيضا المهددة بالإرهاق أو بسبب الإرهاق في بعض الأمور الصحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة ليوم اثنين وعشرين ستة بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تضرر بشكل خطير وبرضو لها علاقة بالإضطراب والعنف ولكن أكثر الشيء اللي بتأثر عليه بشكل كبير اللي هي الأمور المالية العالمية تراجعات في المداخيل مواجهات ما بين المؤسسات المالية انهيارات اقتصادية اه افلاس برضو اه العلاقة بالجماعات المتطرفة والارهابية اللي بتقوم بعمليات تخريبية والها علاقة ايضا بالطبيعة اللي لها علاقة بالحرائق الغابات والزلازل وانشاط بعض البركين اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم لها تأثيرات قوية طبعا في زوايا من يوم امس عندنا زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي مستمرة تأثيراتها من الان ولغاية صباح اليوم الخميس بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة وبرضو بيصير في ان توجهات للامور الخفية والغامضة بتقوي من شهوانيتنا بشكل سلبي اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي برضو تأثيراتها مستمرة من الان ولغاية صباح الخميس يتوجب علينا توخي الحذر من من يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نشوف هيك بتخلينا نشوف المشاريع بحجم اكبر من حقيقتها نثق بوعود غير واضحة ونقبل اقتراحات غير منطقية فعشان هيك بدنا نكون متيقظين وايضا متيقظين من الامور المالية وحاولوا انكم تتجنبوا الافراط في الاكل لانه هذا ممكن يعرضنا لعسر هضم او تخميه اما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو هاي تأثيراتها من الان ولغاية ظهر يوم الخميس اللي هي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ طبعا هاي بتخلقنا شعور بالملل من اي عمر روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كاثرين الصمت مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا تدفعنا لاقصى الحدود السلبي وبرضو بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن ان لا نقوم باي عمل مهم وانه نخلد للراحة من وقت لا اخر لانه هذا التحول برضو مضر بالصحة وخصوصا النفسية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين الشمس وبرضو تأثيراتها من الان وحتى ظهر اليوم الخميس منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل منصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبرضو بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي ذروتها راح تكون الساعة 10 و 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا تأثير هاي الزاوية مستمر من الان موعد بث الحلقة ورح يظل مستمر لغاية تقريبا مساء اليوم الخميس يعني تقريبا نقول طول اليوم بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها تجعلهم مزاجية طباع وهذا بيخلي فيه نوع من انواع له مصدر للتوتر وخصوصا للاشخاص اللي بيكونوا متعبين او طاقتهم نازلة فعشان هيك بيصير في زيادة احتمال تعرضهم لمعض الاصابات او الحوادث اثناء الحركة او التنقل وبرصدوا لا يحسنوا التحكم في افكارهم وكلامهم وذاكرتهم فممكن يكونوا عصبيين وردات فعلهم تكون سلبية اما بالنسبة للزاوية اللي رح تكون هي متشكلة ذروتها يوم الجمعة اللي هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين اورانوس وهي بتبدأ تاثيراتها من مغرب اليوم الخميس وبتستمر حتى مساء يوم الجمعة اللي هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين اورانوس تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بتجعلنا سريعين التأثر عنيدين غريبين الأطوار وهذا الشيء ممكن يعرضنا لتغيرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف وبتدفعنا لعلاقات عابرة وممكن تعرضنا لفراق فعشان هيك بتكونوا حاذرين من هاي الزاوية من ساعات مغرب يوم الخميس لغاية مساء يوم الجمعة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم ما نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها عمليات صغرى ما في أي مشاكل قلب الشريان الأورطي دورة دموية الأمور إلها علاقة بضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة للعمليات الجراحية لإلها اليوم بالنسبة لعمليات التجميل ما في أي مشكلة لا للحقن ولا للجراحة ويصلح أيضاً كمان هذا اليوم لا قص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكن الأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر وبدهم يعملوا عملية إزالة الشعر بالليزر فهاي الفترة لا تصلح ما بتكون النتائج مثل ما بدك حاول إنه في فترة ما بعد اكتمال القمر اللي هي فترة تناقص القمر فالفترة هاي بتكون نتائجها إيجابية أكثر ولكن الآن لا تصلح بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الأسد في يوم الغد اللي هو الجمعة عنا خلوه مسار طويل عشان هيك اليوم حاولوا إنكوا تتمم كل الأعمال المهمة والضرورية قبل ما يجي يوم الجمعة ده إنه يوم الجمعة في عنا خلوه مسار بيبدأ من الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحاً من صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وخمس دقائق صباحاً من صباح السبت لينتقل القمر للعذراء هاي الفترة كلها اللي هي قرابة الواحد وعشرين ساعة خلوه مسار وخلوه المسار لا يصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال الأعمال اللي بدأنا فيها قبل خلوه المسار بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره ستة أيام في تمام الساعة سبعة واربع عشر دقيقة صباحاً بصير سبع أيام نسبة الإضاءة خمسة وثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيد الآن بنسبة خمسة في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمسة في المية القمر في الأسد حتى يوم سبع وعشرين خمسة منتحس الآن بنسبة خمسين في المية في ساعات يعني بعد منتصف الليل بصير منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية أما في ساعات الصباح برجع يعني تقريباً منقول منتحس بنسبة خمسين في المية في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة أربعين في المية عطارد في الثور حتى يوم احداش ستة سعيد الآن بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة عشر في المية الزهرة في السرطان حتى يوم خمسة ستة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 60% المريق في الأسد حتى يوم 10-7 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثاور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% ورنس في الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 30% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم أكثر من يوم أمس في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم فترة مثمرة وإيجابية على مستوى التجميل الاهتمام بالنفس الاهتمام بالأحبة الاهتمام بالأبناء فرحة مناسبة حتى أمور التجميل ممتازة وعلى مستوى الهوايات برضو كثير من موليد برج الحمل ممكن يمارسوا هواية معينة اليوم يعني منقدر نحكي أنه تنجح بحملة ترويجية بتكون جارية أكثر تتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي تتلقى جواب أو عرض ولكن بدك تضبط أعصابك أثناء التعامل مع الأحبة لا تفرض رأيك عليهم ولا تعصب عليهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور تحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم فيه اهتمام لها علاقة بالشأن الداخلي أو الشأن العائلي ممكن تهتم بالبيت بالعقار بمناسبة باجتماع بموضوع بمشكلة أو حل مشكلة عائلية أو استئجار بيت استئجار عقار أو الاهتمام بهذه المسائل وبتجد تعاون من أفراد العائلة في بعض المسائل ولكن ممكن تلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائلي ما بين نقاش أو حوار أو سوء تفاهم فبدك تتخلى عن مواقفك المتحفظة وتتجنب برضو اليوم العمليات الجراحية وخصوصا اللي عندهم عمليات جراحية وتتعلق بالقلب هدولة ينتبهوا هذا اليوم هاي فترة يعني حاول أنك تأخذ فيها وقت من الراحة استشير طبيبك إذا شعرت بأي تعب صحي وفي نفس اللحظة حاول أنك ما تدخل بمواجهات وما تبالغ بمصاريفك العائلية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا أكثر الأشخاص اللي رح أحذرهم اليوم لأنه أول إشي هو عطارد اللي رح يشكل الزاوية السلبية كوكبكم واثنين اليوم عندكم نشاط عالي جدا ما بين اتصالات تنقلات سفريات قصيرة حوار ونقاش تعامل مع الأشخاص اللي حواليكم فعشان هيك اليوم في احتمالية إذا فقد أعصابك وتركيزك إنك تتهور بالعصبية والحدية والكلام الجارح اللي ممكن يسبب خلاف أو كلامك يحسب عليك فبدك تكون حذر تماما اليوم فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها فعشان هيك ما تتهرب من مسؤولياتك الأجواء جيدة فيها كثير من الإيجابيات ولكن المفاجآت ممكن يتخرب عليك كثير من الأمور وممكن يتغير الوضع لصالحك إذا ضبطت أعصابك وكنت دبلوماسي بالحوار والتفاوض واليوم زي ما حكينا عندك زيارات وعندك تنقلات والتجار أكثر أشخاص مستفيدين انتبه أثناء قياتك للسيارة وأثناء حركتك من الإصابات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم عندك فرص إلها علاقة بالوضع المالي في فرص اليوم لمكسب بيجي عادة لما القمر يكون في البيت الثاني لإلك معناته من عمل إضافي بعد الأوقات بيكون مستردات أو إلك أموال بتحصلها مثلا أو ممكن دعم من أحد الأحبة أو هدية أو جائزة أو أموال إلك بتستردها وفي أغلب الأوقات بتكون اهتمام بالدفع يعني عليك استحقاق مالي عليك فواتير بدك تدفعها بدك ترتب وضع مالي في ضائقة مالية في مشكلة مالية وبعض الأشخاص بيتسرعوا بهاي الفترة بتوظيف الأموال والمشاريع أو الاستثمار أو مع نصابين أو مع محتالين فبيخسروا أموالهم وما بترجع لهم فعشان هيك بدك تنتبه على أموالك بشكل قوي واليوم بترتفع نسبة إسرافك للمال إنك أنت بتصير بدك أشياء أنت بتكون مش بحاجتها ولكن نوع من أنواع الهرب من الواقع أو إسراف فلوس بدون حساب وهاي الأمر اللي بدك تنتبه منه جيد إنك اليوم تستثمر المكاسب المالية والطلب المادي إذا أنت بحاجة لمال تطلب من أشخاص هاي فترة ممتازة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم الطاقة عالية رح تكون القمر موجود عندك ولكن بسبب الاتصالات اللي موجودة أنت من الأشخاص اللي بدك تنتبه من أمرين أول إشي الزاوية اللي مع عطارد والزاوية اللي مع أورانوس اللي بتتشكل في المساء اللي ما عطارد بتخلي تقلب بالمزاج عندك فعشان هيك اليوم ثقتك بنفسك عالي وعندك نشاط عالي وطاقة عالية جدا للحوار والنقاش والاهتمام بالنفس ممتاز جدا ولكن إذا سيطر عليك تقلب المزاج معناته يعتبر من أسوأ الأيام ما رح تستفيد من وجود القمر في برجك فبدك تضبط أعصابك تهتم بمظهرك بوجهة نظرك تحاور تناقش ولكن ما تخلي تقلب المزاج زي ما حكينا يسيطر عليك وبدك تحذر من المفاجآت يعني بدك تتوقع مفاجآت بأي أمر أنت بتحاول تشتغل عليه فعشان هيك بدك تكون جاهز للمفاجآة ويكون ردة فعلك جاهزة لهذا الموضوع بشكل إيجابي بدون عصبية وبدون حدية وبدون ما تنفعل وإيجا إيجا ما زبطت زبطت ما زبطت للي في رجلك عادي جدا يعني برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بيسيطر التعب عليكم اليوم لأنه زي ما حكينا القمر موجود في الأسد في بيت المتاعب وعطارت بده شكل زاوية وهو كوكبكم فعشان هيك برضو بدك تنتبه من التقلبات الصحية والنفسية اللي ممكن تصيبك هذا اليوم حاول تنظيم أعمالك المحافظة على صبرك المعهود ما تنفعل ما تواجه اليوم حاول أنك يعني أثناء التعامل مع الغير ما تخلي العصبية والحدية والكلام المبهم يطلع منك وقلل من انتقاداتك حاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة والوسواس والقلق والتوتر ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك بسبب ما وطبعا القمر له دور كبير وجوده في بيت المتاعب أنه يأخر هاي الأمور كثير من الأشخاص اللي بيوعدوك بأشياء خلال هذا اليوم احتمالية 99% أنهم ما يوفوا بوعدهم فعشان هيك بدك تكون جاهز لهاي الأمور بالكامل أهم شيء تنتبه لصحتك تنتبه من إصدار القرارات إذا شعرت بشيء غير اعتيادة تراجع طبيبك وحاول أنك ما تخلي الوسواس والقلق أنهم يسيطروا عليك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم في عندكم نشاط على المستوى الاجتماعي ممكن تلتقوا أصدقاء يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء في لقاء ودي يعني الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها ممتازة جدا ولكن مش أي تصرف بيتصرفوا أصحابك أو أصدقائك معاك تأخذوا على محمل الحساسية ويكون لك ردات فعل سلبية عندك تنقلات مهمة عندك سرعة خاطر ولكن ممكن شوي يخونك سرعة الخاطر وتجد إنه بدك تركيز أكثر كأنه مخك مشتت بأكثر من اتجاه فعشان هيك بدك تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية عشان تعرف تستغلها بشكل جيد وتكون هادي بالتفكير والحوار وما تتسرع بالكلام ولا تماطل يعني ما تضيع اليوم هذا من إيدك لأنه القمر بده ينتقل لبيت متاعبك فبدك تستغل هذا اليوم بإتمام الأعمال واليوم جيد جدا للعمل الجماعي إنك تخلي شخص يساعدك في أمر عشان تتمموه برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ولكن زي ما حكينا هذا يعتبر بيت السمعة فبدك تحافظ على سمعتك بدك تحافظ على حوارك على نقاشك اليوم بدك تجنب مخالفة القوانين وما تنفعل وما تغامر وما تجازف بسمعتك لا بكلام ولا بحوار ولا بنقاش ما تتدخل بأي شيء ممكن دخلك في مواجهة وحاول إنك ما تنسب لحالك قدرات مش موجودة فيك فعشان هيك بدك تلزم الغدوء خلال هذا اليوم هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إشي زي ما حكينا مقابلة حوار نقاش على قدر إمكانياتك ولكن مش أكثر من هيك وتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وخصوصا مع رؤسائك بالعمل ممكن على المستوى الاجتماعي وعلاقاتك اليوم تكسب أشياء كثير ممكن يكون لمصلحتك في كثير من الأشياء اللي ممكن تشهرك ولكن ما بدك الشهرة تكون على حساب سمعتك يعني فضيحة مثلا فبدك الشهرة تكون شهرة اللي تحصل منها مكسب ومنصب برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا اليوم تنشطوه في أمور لها علاقة بالسفر البعيد الاتصالات البعيدة ممكن تشاركوا في حملة في ورشة اليوم بتشتد رغبتكم أكثر في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء جيدة وداعمة اليوم أيضا بداية زاوية المشتري مع زحل ومشتري كوكبكم معناته الفترة القادمة راح تكون فيها كثير من الإيجابيات لإلكم تعوضكم عن كثير من الضغط اللي أنتم ضغطوا فيه بالفترة الماضية مو محتمل أن يكون فيه أسفار أو اتصالات أو تعارف مع أجانب الفترة القادمة يعني لغاية شهر سبعة فبدك تكون جاهز تعرف تبني علاقاتك جيد حتى على مستوى العمل ممكن يجيك عمل في دولة أخرى وممكن تسافروا في رحلة أو تفرحوا لانفراج أو تسوية وبتهتموا بهواية جديدة أهمش أن كل الأمور تكون مدروسة بشكل جيد بدون انفعال بدون عصبية بدون تهور الفترة هاي أنت متحمس فعشان هيك بدك تنطلق اللي عنده امتحان جامعي عنده مقابلة عنده دراسات عليا كل هدول راح يستفيدوا فعشان هيك أهم مش إنك ما تنفعل ما تعصب ما تخرب ع حالك بسبب انفعالك وكلامك برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة اليوم الاهتمام راح يكون على المستوى الأموال اللي معك شريك فيها يعني بنك ضريبة تأمين مال الزوج الزوجة وفي فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض يعني اللي مقدم لقرض ممكن اليوم يجي رد عليه أو له تعويض اليوم ممكن يحصل عليه وبرضو هذا يوم جيد للأوراق والمعاملات القانونية أو حتى القضايا اللي إلها علاقة بميراث أو مال قديم ولكن من جهة أخرى بدك تحذر من أي شراكة شراكة مالية جديدة يعني بدك تدرسها وتدير بالك من المصابين والمحتالين وما في داعي للمغامرات المالية ناقش مواضيعك بشكل هادي جداً المواضيع اللي بتتعلق بأمور التمويل والقروض أو التسويات ممكن أنها تنحل أو تمشي معك اليوم ولكن بدك تعرف إمكانياتك تقدر تتممها تقدر تدفع أقصاتها ولا لا ناقش مواضيعك المهمة ممكن اليوم تهتم بمسائل إلها علاقة ببعض مسائل العائلية أو الشؤون العائلية أو الالتزامات اللي إلها علاقة بهذا الوضع بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن بدك تحذر لأن القمر موجود مقابلك هو بعزز الشراكات وممكن يعطيك إيجابيات عالية ولكن حديت الطباع أو تقلب المزاج وخصوصاً من ساعات المغرب لأنه أورانوس كوكبك بده يشكل زاوية سلبية فهنا احتمالية المفاجآت عالية اللي على علاقة بالخفاء أو بعلاقة سرية اليوم يحذر تماماً ويحاول أنه يقطع التواصل مع الطرف الآخر عشان ما يصير فيه شيء يكشف هذا الحدث يعو يصير فيه شك على هذا الحدث برضو حاولوا أنه ما تدخلوا بأي مواجهات أو خلافات وما تضخم الأمور لأنه حساسيتك عالية شوي طاقتك نازلة مزاجك متقلب عندك نوع من أنواع العصبية وبرضو بدك تهتم لصحتك يعني فيه إيجابيات على مستوى تدعيم الشراكة ممكن تهتم فيها مصالحة لقاع حوار نقاش مع شركاءك مال وعاطفة زوجتك زوجك ولكن أي شيء فيه حدية معناته أعرف أنه مش لصالحك برج الحود بالنسبة لما ولد برج الحود طبعا اليوم القمر موجود في البيت السادس يعني بيت العمل بيت الصحة بيفتح لك مجالات للعمل إنجاز بعض الأعمال المهمة علاقتك مع زملائك بتكون جيدة رغم أنه ممكن تظهر بعض الأمور اللي تستفزك فعشان هيك بدك تضبط أعصابك ما تدخل بمواجهات لا مع زملائك ولا مع مراجعين ولا زبائن اضبط أعصابك حاول تتمم أعمالك بهدوء ما تنفعل ما تتسرع ما ترهق نفسك الأعمال المهمة هي اللي حاول أنك تتممها بالبداية بعدين انتقل لغيرها لا تشتغل أمرين مع بعض لا تتغيب عن عملك لا تتأخر عن عملك لأنه ممكن يتوجه لك لفت نظر ممكن يتوجه لك انذار ممكن تتحاسب على هذا الموضوع يعني مش زي الأيام العادي هذا يوم التركيز على هذا الموضوع رح يكون حاول أنك برضو تنتبه لغذائك انتخمة عسر هضم ألم بطن معدة غزات قلون مثلا فبدك تنتبه تعرف إيش بدك توكل بالضبط بدك تراعي ظروفك الصحية إذا شعرت بشيء راجع طبيبك كثير من موليد برج الحوت اليوم ممكن يكون عندهم مراجعات طبية أو أدوية أو أشياء من هذا القبيل وبرضو زي ما حكينا يعني راعي معنوياتك ما تصيب تصيب حالك الإحباط والتقلب المزاجي وتلقي كل شيء على وهم يعني بدك تكون واضح هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر